تبدأ مديرية الأمن العام يوم الأحد المقبل بتنفيذ حملة الشتاء السنوية للتدقيق على الجاهزية الفنية للمركبات وتأكد من صلاحيتها للمسير على الطرقات خلال هذا الفصل وتهدف الحملة التي تستمر لمدة شهر قابلة للتمديد لتأكد من جاهزية المركبات للتعامل مع كافة الظروف الجوية خلال تساقط الأمطار والثلوج وحفاظا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطرق ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى تفقد صلاحية مركباتهم لمواجهة ظروف فصل الشتاء المختلفة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء استخدامها وتجنبا لعاقة حركة السير في حال تعطلها بسبب الظروف الجوية وأكدت مديرية الأمن العام أنه لن يتم تسجيل مخالفات على المركبات التي يوجد بها خلل فني في بداية الحملة ولكن سيتم إعطاء مهلة لمدة أسبوع لصاحب المركبة ليقوم بتصويب الخلل كما سيتم وضع ملصق على السجاج الأمامي للمركبة الجاهزة يفيد بأنها جاهزة فنيا وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال الأسبوع سيتم تحرير مخالفة وتحويل الصائق إلى إدارة الترخيص لإجراء الفحص الفني للمركبة للمركبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر